إذن الحديث عن خلافات عراقيون يقولون تتصاعد هذه الخلافات داخل الإطار التنسيقي والآن بات واضحا طرف يؤيد التفاوض مباشرة مع الصدر وطرف يرفض فالخلافات بين جنحي الإطار التنسيقي في العراق تصل إلى ذروتها وسط ضغوط وتبادل للاتهامات خلال الاجتماع الأخير لقيادات الإطار الذي يضم القوى الموالية لإيران كان هناك فريقان واضحان بحسب صحيفة المدى الأول يمثله هادي العامري زعيم منظمة بدر ويدعم التسوية مع الصدر والأخير يمثله المالك الذي يسعى إلى عقد جلسة للبرلمان قبل أي تفاوض وشهد الاجتماع خلافات هي الأشد منذ الانتخابات الأخيرة على هوية رئيس الوزراء وصلت إلى حد اعتراف زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي بأن الاجتماع شهد تمرير أجندات خاصة لجوء فريق داخل الإطار إلى تقديم تنازلات يأتي نتيجة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الإطار والمخاوف من تجدد احتجاجات أنصار الصدر خاصة وأن هناك قيادات متورطة في إصدار أوامر إطلاق النار على المحتجين هذا الفريق يطرح خيارات قريبة من مطالب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي يسعى إلى بقاء حكومة مصطفى الكاظم الحالية كما طرحوا خلال الاجتماع اسم جعفر الصدر بن عم مقتدى الصدر مرة أخرى واقترحوا إعطاء نصف وزارات الشيعة إلى الصدريين رغم معارضتهم الاشتراك في الحكومة الفجوة بين الفريق الذي يدعم التسوية مع الصد وفريق المالك التسعت منذ طرح مقترح الذهاب إلى الحنانة حيث مقر صد في مدينة النجف ومحاولة إقناعه بتشكيل حكومة جديدة في الوقت الذي أبلغ فيه الصدر حلفاءه من الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة بأنه لن يستقبل أي طرف من الإطار التنسيقي ولا حتى العامري لأنه يمثل في نظره الحلقة الضعيفة الآن داخل الإطار